مباشرة تنضم إلي من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي خولة لو نقف في البداية على موضوع تلك الخروق الاتهامات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ما الذي حدث حول إطلاق النار تحديدا يعني بمحيط أو شرق أو غرب خان يونس ولربما أيضا محافظة الوسطى نعم في حقيقة الأمر منذ ساعات ظهيرة أمس والأنباء تتحدث عن عدد من الخروقات والتي قام بها الجانب الإسرائيلي بالتالي أيضا كان هناك حديث عن الخروقات من قبل الجانب الفلسطيني وهي عبارة عن عبوات ناسفة في بعض المناطق المحيطة بالمستشفى الرانتيسي لم تتسنى التحقق من تلك المعلومات بشكل واضح ولكن فيما يبدو أنها عبوات كانت مزروعة مسبقا وبالتالي أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات هذا حسب بعض روايات شهود العيان في تلك المناطق بالإضافة أيضا إلى عدد من القذائف التي أطلقت خلال ليلة الفائتة من البوارج البحرية عبر ميناء دير البلح البحري بالإضافة أيضا إلى طلقات نارية وأصوات قذائف أطلقت من الآليات والدبابات العسكرية في المناطق الشرقية المحادية لمحافظة خان يونس كل هذه الخروقات والتي كانت فعليا تسجل على مدار أيام التهديئة السابقة وحتى هذه اللحظة لم تغير من واقع أن التهديئة سارية المفعول حتى هذه الأثناء ولا تعقبات من الفصائل الفلسطينية أو حتى من الجانب الإسرائيلي حول هذه الخروقات هي فعليا من حين إلى آخر نسمع إلى صوت الطلقات النارية أو تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات بالدخول إلى أجواء قطاع غزة ولكن هذا الأمر لم يؤثر على الإطلاق على سير هذه التهديئة خاصة أن الوسطاء المصري والقطر يضغطون بشكل واضح في اتجاه الاستمرارية في عمل هذه التهديئة بالإضافة أيضا إلى عملية تسليم الأسرة وهي الأولوية الأولى والقصوى للجانب الإسرائيلي بالتأكيد وبالتالي لم يكن معنيا بكسر هذه التهديئة بشكل واضح طيب التفاصيل المتعلقة بتبادل الأسرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ضمن موجة سادسة أو تسليم سادس ضمن اليوم السادس من هذه الهدنة بالتأكيد ستكون كما مرة سابقا بالأمس تم تسليم 12 إسرائيليا اثنين منهم محملون جبازات سفر أجنبية وبالتالي تم الإفراج عن عدد من الأسيرات والأسرة القصر من الجانب الإسرائيلي وتسليمهم لذويهم خلال ساعات مساء أمس بالتالي من المتوقع أن يكون هذا اليوم هي نفس السياسة وبنفس الروتين الذي اعتدنا عليه خلال الأيام السابقة أن يتم تسليم قائمة بأسماء الأسرة الإسرائيليين إلى الجانب الإسرائيلي ويتم التحضيرات لتسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي هذه الترتبات اعتدنا عليها منذ يوم الجمعة الماضي وتقريبا ملتزمين بشكل تام من قبل الفصائل الفلسطينية ومن قبل الجانب الإسرائيلي في ساعات المساء المتأخرة يتم عملية التسليم والتبادل بشكل واضح بالإضافة أيضا إلى استمرارية دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البر والتي تقدر بمئتي شاحنة يوميا محملة بالمساعدات الغذائية والطبية وشاحنات الوقود وأيضا غاز الطهي والذي تم التصريح أمس من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أنه تم إدخال الوقود فعليا إلى المناطق الشمالية وهي المرة الأولى ويطالب أن يكون هناك عمليات إدخال ومزيد من الوقود إلى المناطق الشمالية وأيضا زيادة الكميات للمناطق الجنوبية طيب هل هناك رسالة من الفصائل الفلسطينية حين يتم التسليم من وسط المدن بالتأكيد هناك رسالة واضحة وخاصة أن الجانب الإسرائيلي تحدث عن إبادة وتقويض حركة حماس في المناطق الشمالية ومحافظة غزة وبالتالي إخراج الأسرى من تلك المناطق والمحاور الأساسية والتي سيطرت عليها إسرائيل لأكثر من خمسين يوما يعني بضرورة الحال أن حماس والفصائل الفلسطينية ما زالت قائمة وما زالت محافظة على قوتها وعلى عتادها العسكري وعلى بنيتها الكاملة هذه رسالة هامة وصلت إلى الجانب الإسرائيلي وأعتقد أن هذا الأمر أثر بشكل مباشر على سير المفاوضات وعمليات تبادل وصفقات وأيضا ستؤثر بشكل واضح على سير العملية العسكرية داخل قطاع غزة في حال قرر الجانب الإسرائيلي إنهاؤها بصفقة تبادل كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر